علشان تعمل خلطة تسمين جيدة لازم ولابد تكون عارف بعض الاشياء عن المواد الدخلة في تركيب هذه الخلطة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات تسمين العجول واللي نتكلم فيه النهاردة ان شاء الله عن شيء مهم جدا في مشروع التسمين ألا وهو العلف واللي بيمثل ركن أساسي في مشروع تسمين العجول لأنه بيمثل النسبة الأكبر في تكلفة المشروع وكلمة علف معناها أي مادة تستخدم في تغذية الحيوان ولابد أن تكون من مصدر نباتي وخلينا نتكلم أولا عن المواد اللي بتدخل في تركيب العلف واللي بتنقسم إلى ثلاثة أقسام إما مركزات أو مواد خشنة أو إضافات أعلاف والمركزات بتنقسم إلى قسمين إما مركزات الطاقة أو مركزات البروتين ومركزات الطاقة اللي منها الحبوب زي الذرة والقمح والشعير وغيرهم وكمان نواتج هذه الحبوب زي نخلة القمح والرز وأيضا الملاس زي ملاس قصب السكر وبنجر السكر أما مركزات البروتين اللي منها الأجساب والكذب هو ما ينتج من البذور بعد عصرها واستخراج الزيت منها زي كذب السمسم والكتان ودوار الشمس والقطن والفول السوداني وهناك مركزات بروتين حيوانية اللي منها مسحوق الأظام ومسحوق الدم واللبن الفرز المجفف وكمان الشرش المجفف لكن هذه المركزات الحيوانية لا ينصح باستخدامها في علف الحيوانات وده لضررها البالغ على صحة الإنسان أما النوع الثاني من المواد اللي بتدخل في تركيب العلف هي المواد الخشنة المالئة وهي إما مواد خشنة طرية أو مواد خشنة جفة والمواد خشنة طرية والتي تحتوي على أكثر من 70% رطوبة وتشمل التالي أولا المراعي والمراعي هي مساحات من الأرض مغطاة بنباتات علفية وهي إما طبيعية يعني لم يزرعها الإنسان أو مزروعة بمعرفة الإنسان ثانيا السلاج والسلاج هي المادة النتيجة من التخمر المرغوب فيه لمحصول علف أخضر ثالثا الجذور والجذور هي مواد غنية بالكاربوهايدرات لكن في صورة سكريات زي بنجر العلف وبنجر السكر وكمان الجزر ورابع نوع من المواد الخشنة الطرية هي الدارانات والدارانات هي مواد غنية بالكاربوهايدرات لكن في صورة نشا زي البطاطا وكمان البطاطس أما المواد الخشنة الجفة واللي بتحتوي على قليل من الرطوبة لكنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الخام وتشمل التالي الدريس وهو ناتج تكفيف محاصيل العلف الخضراء بعد كده تيجي الأتبان والأتبان هي عبارة عن سيقان وأوراق النباتات الناتجة بعد فصل الحبوب والبذور بعملية الدراس زي تبن الأمح والشعير والفول والعدس والبسلة وكمان الرز ثم كشور الحبوب والبذور زي سرسة الرز وإشرت بذرة الأطن وحطب الذرة وهو عبارة عن الجزء المتبقي من نباتات الذرة بعد نزع الكزان وأيضا أولح الذرة بتدخل في المواد الخشنة الجفة وهي عبارة عن الجزء المتبقي من كزان الذرة بعد تفريط الحبوب ومصاص الأصب اللي هو عبارة عن الجزء المتبقي من العيدان بعد عصرة وكمان العروش الجفة للمحاصيل والخضر وهناك مواد أخرى تدخل في تركيب العلفة التي تسمى بالإضافات وهي إضافات تدخل في تركيب الأعلاف لإمدادها بالفيتامينات والأملاح والخماير والمضادات الحيوية والأحماض الأمينية دي تقريباً المواد اللي بتدخل في تركيب العلف اختار منها المتوفر في منطقتك علشان يكون سعره كويس واستنونا في الفيديو الجاي اللي هنعلمك فيه إن شاء الله إزاي تعمل خلطة علفك بإيدك وتحسب طاقتها وكمان بروتينها شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته